يا ابني احرأوا قلبي احرأوا قلبي على ابني تبكي والدة الطفل مونير حزين مفجوعة لمصاب ولدها الأصغر والوحيد فمونير الذي احتفل بعيد ميلاده الخامس في الثامن من حزيران بات يرقد على أحد أسرة قسم العناية الفائقة في مستشفى المقاصد بعد أن أصيب برصاصة طائشة في رأسه خلال تشيع أحد عناصر حزب الله في الضحية الجنوبية وقد صدف وجود الطفل مع شقيقته في حرج بيروت حيث كان يلهوان بارح كنت باسأس أنا عم بمرجح خيي فجأة لقيته وقع شلته أنا حطيته على الكرسي لقيت على راسه دم لما سكته بركدة لبرة واحد من الجيش وقف سيارة وزينا دغري على المستشفى فوتوا لهن على المستشفى ما خلونا نفوت خلونا برة وبس أمي اللي فاتت قلنا بجنينة كان نكب على المرجوحة كانوا عم يشيعوا أما يجدوا رصاصة براسه العائلة وهي من فلسطيني مخيم اليارموك انتقلت عقب بدء الحرب في سوريا للعيش في مخيم شاتيلة في لبنان هربا من الموت لم تدرك أن رصاص من يشارك بقتل الشعب السوري في سوريا هو سلاح خارج أي سلطة في لبنان ويستخدم في الأفراح والأتراح وبوجه رسالة للسيد حسن نصر الله اللي قال إنه هو أي طلقة بتطلع تطلع على عمامته وعلى صدره هذا الكلام كان بس مجرد كلام ولا فيه فعل على الأرض هالناس اللي أوصوا مبارح ابني ريتحاسبوا ولا لا أنا بطالب سيد حسن نصر الله يجب لي هذول اللي أوصوا ابني يتحاسبوا قدام عيني ويأخذ لي حق منهم لأنه هو اللي وعد هالكلام هات فبدي يكون هو عند كلامه هو الجسم الطبي في مستشفى المقاصد يتكتم على حال الطفل الصحية الحريجة حتى الساعة من جهة أخرى أوعز وزير الصحة وائل أبو فعور بتغطية كلفة علاج الطفل على نفقة الوزارة بالكامل وبحسب المعلومات فإن حالة إصابة برصاص تشيع عناصر حزب الله علجت أيضا في المستشفى بالتزامن مع أحضار الطفل المصاب في حرش بيروت حيث كان مونير يلهو تعلو صرخة القيمين فعند كل تشيع ينهمر الرصاص الطائش وتنفجر قضاء في الأر بي جي فوق مسجد الخاشقجي وإذا كان الحظ قد حالف أطفال الحرج إلا أنه لم يكن حليفة مونير سلبه السلاح طفولة وابتسامة وفرحة بهدية عيد من والده عبارة عن جهاز تاب كان يلهو به على مرجوحته قبل أن يهوي بيلعب، بلعبه، بروح بستريله، بسايره، بتعميه، كلسيه